بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الأعزاء في مقرر Machine Elements Design 1 ننتقل إلى شابتر جديد ويتكلم على Welded Joints أو وصلات اللحام المين طابق بتاعتنا أو اللي هنتكلم عنها هي عبارة عن Advantage over riveted Joints المميزات مقارنة بوصلات البرشام تاني حاجة Disadvantages أو المساو أو العيوب أو drawbacks تالت حاجة Types of Welded Joints أنواع وصلات اللحام ننتقل إلى بعد كده Basic Welded Simples أو الرموز اللي بنستخدمها في عمليات أو في الديزاين بتاع وصلات اللحام بعد كده Strength of Lab Welded Joints والStrength تاع البط Welded Joints أول حاجة Advantageous مقارنة بالriveted Joints أولاً بيصنف الriveted Joints والWilded Joints من الوصلات الpermanent أو الوصلات الدائمة الغير قابلة للفك بمعنى إن أنا لو حبيت إن أنا أفك الوصلة ده معناه إن أنا بضمرها تماماً أول ميزة عندي هي بتقولي Welded Structures are usually lighter than riveted Structures يعني الوصلة بتاعة اللحام دائماً أخف من وصلة البرشام لأنه طبعاً ما فيهاش مسامير برشام والآخره ما فيهاش التراكب الكبير اللي بيحصل في وصلات البرشام تاني حاجة Welded Joints provide maximum efficiency بتدي كفاءة عالية maybe 100% يعني ممكن توصل لمية في المية ده طبعاً الكلام ده ما بيحصلش في الriveted Joints لأن إحنا شوفنا قبل كده إن إحنا من ضمن الخطوات إن إحنا بنحسب كفاءة الوصلة ودي دايماً بتبقى أقل من 100% Which is not possible in case of riveted Joints الميزة الثالثة Alterations and additions can be easily made in the existing structures الإضافات والتعديل سهل في عملية اللحام أما في عملية البرشام طبعاً أنا لما أحب أعمل عملية برشام لازم أعمل ثقوب أولاً في الألواح اللي هيتم لها عملية البرشام لكن الكلام ده طبعاً مش موجود في اللحام فبالتالي بيسهل الإضافة والتعديل أو التغيير النقطة اللي بعد كده In welded connections في الوصلات بتاعة اللحام Detention members are not weakened as in the case of riveted Joints الألواح اللي هلحمها ما بيحسن لهاش إن هي بتضعف نتيجة الثقوب اللي بتحصل فيها في حالة مسامير البرشام فبالتالي ما فيها الثقوب فبالتالي بيكون المتانة بتاعتها أعلى النقطة اللي بعد كده A welded joint has a great strength يعني المتانة أو المقاومة بتاعتها كبيرة Often a welded joint has the strength of the parent metal itself يعني الوصلة بتاع اللحام خط اللحام نفسه ممكن إنه هو يكون له نفس الstrength بتاع الparent metal أو المعدن بتاع اللوح نفسه Sometimes the members are of such a shape that is circular steel pipes that they afford difficulty for riveting but they can easily weld it الأشكال المؤقدة اللي هي زي مثلا إيه circular steel pipes الأنابيب الدائرية المصنعة من الستيل بيصعب بالطبع عمل riveting ليها أما في حالة اللحام بيسهل تماما إن أنا بحط المواسير قصاد بعضها وعمل عملية اللحام على circumference أو المحيط النقطة اللي بعد كده The welding provides very rigid joints الجساءة أو المقاومة للتغير في الشكل في الwilded joints أعلى بكتير جدا من مقارنتها ب riveted joints آخر حاجة The process of welding takes less time than riveting لأن طبعا الألواح بتروح الأول ورشة عشان يتم تجهزها وتثقبها ومن ثم بتروح إلى الموقع لعملية التركيب أما في حالة اللحام مباشرةً بتتم عملية اللحام فبالتالي ما بتاخدش وقت كبير The disadvantage أو العيوب العيوب هنا عندي اتنين عيب الحقيقة أو اتنين disadvantage أو اتنين draw back متعلقة بارتفاع درجة الحرارة بما إن أنا بعمل عملية لحام فبالتالي بترتفع درجة الحرارة عندي أول حاجة since there is an uneven heating and cooling during welding أثناء عملية اللحام عملية إيه مفيش الheating والcooling عملية التسخين والتبريد بتبقى عملية صعبة شوية أو ما بقدرش إن أنا أتحكم فيها The member may get distorted يعني ممكن يحصل فيه تشوه and addition or additional stresses may develop أو ممكن يحصل فيه stresses أو إجهادات داخلية نتيجة طبعا اتفاع درجة الحرارة Number two It requires highly skilled labor يبقى ديه أول واحدة متعلقة بالهيت هنا Number two It requires a highly skilled labor محتاج عمالة ماهرة and supervision وإشراف كمان على عمليات اللحام وده بيصعب طبعا من العملية رقم ثلاثة Since no provision is kept for expansion and contraction in the frame therefore there is a possibility of cracks developing in it يعني ممكن يتكون crack sand الكلام ده بيحصل إمتى؟ لما يجي مثلا فيه الكاست iron الكاست iron معروف إنه thermal conductivity بتاعته منخفضة جدا فلما يحصل اتفاع كبير في درجة الحرارة فيه جزء معين طبعا بيحصل تمدد فيه والتمدد ده بيبقى بطيء وبعد كده لما يسخن خالص يبتدي يبرد بمعدل قليل في الحين يكون جزء تاني في حالة سخونة يبقى ده بيبرد وينكمش في الاتجاه ده وده بيبرد وينكمش في الاتجاه ده فبيحصل هنا زي صغيرة قوي وده طبعا من أهم العيوب وعشان أعالج طبعا النقطة دي بضطر ان انا أسخن وحافظ على معدل التسخين واعمل عملية اللحام ثم التبريد ببط عشان أتغلب على المشكلة دي آخر حاجة The inspection of welding work is more difficult than riveting work عملية الفحص بتاعت اللحام انه طبعا بيدخل فيها الالترا سونيك مثلا أو الـ X-ray وده معدات مكلفة وطبعا يبقى في الحالة دي كل ده الـ disadvantages منها اللي هو ده متعلق بالهيت ورقم ثلاثة أيضا متعلق بالهيت نكتفي بهذا القدر ونستكمل في الدرس القادم إن شاء الله